اشتركوا في القناة وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما كأيل البحار وعدد ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار. اما بعد اخواني واحبابي في الله. في يعني سبحان الله العظيم. تخيل معايا كده اه اه يعني التخيل الواحد عاش معه الاسبوع اللي فات ده. وبصراحة اخواني في الله انا بكلمكم. يعني هذا الدرس والواحد مصدوم. مصدوم في كثير من الاخوة ومصدوم في كثير من الملتزمين ومصدوم في كثير من الناس اللي في يوم الايام الواحد كان شايف لهم نشاط شديد واقبال شديد عن التزام ولكن للأسف الشديد للأسف تلاقي واحد كان ملتزم في يوم الايام ووقع في الزنا بعدها انتكس ويساب ووصل بيه الامر لحد ووقع في الزنا واحد كان ملتزم في يوم من الايام ووقع في الشبهات لدرجة انه ولا ياثم الله يعني الحد ولا ياثم الله واحد كان ملتزم في يوم الايام ووقع فيه المعاصي لحد ما صار يسبه بالدين ولا يا ذو الله واحد كان ملتزم وبعد كده تمر الايام وتأصف به الفتن لحد ما يبقى يعني ملتزم سلبي منظر من برا وخلاص لا علاقة له بالدين الا المنظر وخلاص واحدة كانت ملتزمة واصبحت من المتبرجات بل يعني الال يعني التي يثرنا الفتنة بالتبرج بتاعها واحد كان ملتزم يا اخوانا الواحد مصدوم يا جماعة على مدى عشرين سنة من يوم الواحد التزم حتى الان على مدى عشرين سنة والواحد رأى ما يشيب له شعر الرأس عشان كده الدرس بتاع النهاردة ليس بدرس وعظي ما وش درس وعظ ما وش درس تسخين رغم ان احنا امام تحنات ورغم الناس محتاجة شحن ورغم الظروف اللي كلنا فيها واللي البلد فيها الا ان فعلا لو ما فهمناش يا جماعة احيانا مش احيانا معظم اللي انا شفتهم ما كملوش للأسف الشديد كنت بقى اسأل نفسي الاسبوع اللي فات سؤال محدش بيكمل ليه مفيش حد بيكمل ليه مفيش حد بينشط ويكمل نشاط ليه الا واحد في الالف مفيش عمل بينشأ وبيكمل ليه لازم يحصل مشكلة ما بين اللي عملوه لازم يحصل مشكلة مشا في اقوت في اي وقت تاني ليه اخوانا الدرس بتاع النهاردة ده نقطة فارقة في عقلية كل واحد مننا وفي عقلية كل واحدة مننا الدرس ده نقطة فارقة في حياتنا كلها يا جماعة مش عشان الكلام اللي فيه عشان المعنى اللي فيه عشان المعنى الاساسي اللي فيه الواحد تدبر كل الاخوات اول ما بتتجاوز ولا تخلي في كل حاجة بتضيع الشباب الاخوة مش عارف امسك في دي حاجة مش عارفين نمسك في ادنا حاجة اللي بيكملوا للأسف الشديد قليلين ولكن الاخطر من كده ان كثيرين من اللي بيبقوا معانا بعد كده لما بيسيب الالتزام بيبقى نموذج من اسوأ لم تكن تتخيل ان ده هيوصل للمستوى ده يعني عشان نبدأ مع بعض يا اخواني في الله وان كنت افتتحت يعني الموضوع الاسبوع اللي فات دهوت في مسجد الصديق الا ان يعني الموضوع يعني ايه قلت لا احنا نفتحه مع بعض النهاردة بإذن الله سبحانه تعالى نفتحه مع بعض بصورة واضحة بصورة كاملة وربنا يعنى رغم ان الوقت ضيق الا ان ربنا يعنى ان احنا نوصل لتصور مع بعض يا جماعة تخيلوا واحد واحدة تجوزوا واحد واحدة ومستنى كل شهر انها تبشروا ان هي حامل واي زوج مستنى ان زوجته تبشره ان هي حامل وعدت شهور وزوجته ما حملتش بل عدت سنة واتنين وتلاتة واربعة وزوجته ما حملتش ولفه على الدكاترة في الدنيا كلها وبقت ازمة خانقة في البيت ان ما فيز زرية ان ما فيز انجاب وبعد سنين طويلة وبعد مجود كبير وبعد وبعد اخيرا الزوجة قالت له انا حامل الراجل او الزوج تلقى الامر بفرح شديد جدا والدنيا كلها قامت فرح خلاص الزوجة حامل شهر اتنين بدأت تحس بألم شديدة في بطنها يعني تاخد مسكن مفيش فايدة راحوا يعملوا اشعة يشوفوا يا اخبار الجنين ايه ليه الالم الشديد اللي موجود ده ويفاجئهم الدكتور يا جماعة مفيش جنين مفيش جنين ازاي الراح مفاضي الراح مفاضي ازاي بعد عشرين سنة عدم انجاب واول ما زوجت تعمل وفي واحدة مش عارفة يعني انها حامل يعني ايه الراح مفاضي يا جماعة مفيش حاجة جوا الراح مفاضي اخوانا انتم موهمين ان في حمل مفيش حمل ازاي طب دور يدور بالاشعة اكتر يقول لهم يا صحيح فعلا ده طلع في حمل ولكن حمل خارج الراح مش جوا الراح انا قاعد ادور في الراح من ساعتها حمل خارج الراحم للاسف الشديد دي الصدمة اللي الواحد اتصدمها على مدى السنين اللي فاتت اتصدمها في اخوة كتير وهو يظن ان الاخ ده نشيط ما شاء الله والاخ ده مجتهد ما شاء الله والاخ ده داخل بقوة ما شاء الله واكتشف انه معظم دول ما هم الا حمل خارج الراحم مالوش مستقبل مش هيكمل مش هيواصل الواحد عاد بيبص الكثير من الاخوة الوقت يا جماعة والله العظيم وبيني وبين نفسي كده اقول الاخ ده والله اعلم ما هوش بكمل رغم انه ممكن يكون كل اللي حواليه مبهورين بيت خلاص انت وصلت القواعد اللي مش هيقبلها مش هيكمل اللي مش هيقبلها مش هيواصل اللي مش هيدخل الدين زي ما الصحابة دخلوه مش هينفع الترقيع في الالتزام لن يؤدي الى نتيجة احنا منهجنا منهج التغيير الحقيقي الجذري وليس منهج الترقيع الجزئي الترقيع في الالتزام مش هيجيب نتيجة انك انت تفضل تطبطب على قدامك وتقول له حلو جدا ممتاز برافو انت عارف انه في اساسيات في الدين ما بيعملهاش ولكن لانك خايف عليه انه ما يقدرش الوقت او انه هو يستصعى بالموضوع ما بتقول قالوش يا اخواني في اللي النبي عليه السلام قعد مع خمستاشر واحد تلات سنين في دار الارقم بقوا هم خلفاء الكرة الارضية بعد كده بقوا خلفاء العالم وفاتيح العالم بعد كده القضية مش قضية عدد القضية مين اللي هيقبل الدين صح عشان كده لما واحد يقول لي طب اعمل ايه عشان ما تحولش لصورة اللي زانه بعد كده اللي والعياذه بالله بقى شغال في بنك ربا وبيستمر انه عايش على الربا وبيأكد المراته وولاده على الربا وبيغزي جسمه على الربا هو في يوم من الايام كان ملتزم ودي كانت في يوم من الايام ملتزمة ووقعت في مصائب وده في يوم من الايام ملتزم ووقع في كوارث القضية مش ان احنا بنستقصي هذه القصص الخطيرة القضية ان انا لا عايز افاهمها لك النهاردة ان انت داخل بحر قدامك مليون واحد غريب فيه اوعى تفتكر ان الموضوع سهل يا ابني على مدى سنين طويلة المسجد ده طول عمره بتملأ جماعة يا اخوانا يعني انا اول ما التزمت كانت خطبة الجمعة لو انت روحت ساعة الادنة بتلحقش مكان لجوه المسجد ولا ممكن حتى في الساحة اللي قدام المسجد وكان ناس ملتزمين زي يوم زيكم يا اخوانا هو تفتكروا ان هما كانوا يفروع عنكم حاجة وكانوا مكسرين الدنيا وكانوا اخوة عفريت وكانوا حاجة يعني ولكن للاسف الشديد ما كملوش لو ما فين الوقتي اهو كل اللي موجودين الوقتي اللي بقاله اكتر من عشر سنين ملتزم يرفع ايده اللي بقاله اكتر من عشر سنين على طريق الدين والالتزام يرفع ايده بصوا حواليك كده بصوا بس حواليكم انا عايزكم بصوا حواليكم طب لو تحت واحنا مش شايفين النساء اللي بقالها اكتر من عشر سنين ملتزمة ترفع ايدها ترفع ايدها كده انا عايز الاخوات يبصوا حواليهم ويشوفهم المصيبة اللي احنا مش عارفين اكتشفها حتى الان محدش بيكمل ليه محدش بيكمل على فكرة يا اخوانا عارفين ليه محدش انا بس بقول لكم يعني نسبة ان بعد عشر سنين تفضل في مكانك دي ايه النسبة اللي انت شفتها الوقتي لو انت ما استوعبتش الكلام ده لو انت ما فهمتش الكلام ده بعد عشر سنين نسبة انك انت تبقى موجود لسه في بيئة الدين هي نسبة اللي رفعوا اقدهم دهم من وسط الالوف المؤلفة اللي الواحد يوم ما التزم كانوا ماليين الجوامع وكانت تدقونهم الله اطول منه يا جماعة يعني زمان كانت تدقون حتى فيها بركة عن الوقتي الوقتي تلاقي الاخ ده انه كده شعرتين وشعرتين وخلاص زمان كنت تتلاقي تدقون ترعب كده بركة كان فيه بركة عن الوقتي فما بالك الوقتي بقى الوضع ايه انا عايز افهمك واقولك ان احنا نزلين بحر في مليون جسة لو انت ما فهمتش هزاك كلام واستوعبته وربنا يعنى ونقدر نبين اربع معاني يا جماعة اربع حاجات لازم تقبلها اربع حاجات لازم تقبلها عشان تفضل مستمر في الطريق ده اربع حاجات لازم تقبليها عشان تبقي حمل داخل الراحم هيطلع ثمرة مش حمل خارج الراحم اربع حاجات لازم تقبلها عشان تزيد وبكرة يبقى فيه منك ثمرة لدين ربنا اربع حاجات لازم نقبلها يا جماعة عشان ما نفضلش عاملين زي الجرافة اللي بتقوم ضربة الحديد بتاعها في الارض مطلقة كتل التراب كبيرة وتقوم قلبها نفسها فرمية التراب في الارض تاني وبعد كده تضرب تطلع شحن التراب وبعد كده تقوم قلبك جرافة رميها في الارض تاني كل شوية الدعوة تنشط تضرب في الارض تطلع لها كتلة شباب وكتلة بنات والدروس تتملي تاني وبعد كده كبه عامل زي ما الجرافة ضربت في الارض وطلعت الجرافة قلبت ورمت واللي التزم النهاردة انتكس بعد بكرة واللي التزمت النهاردة بقت نقاب يغطي شخصية غير ملتزمة بعد بكرة وخلاص والاخ النشيط والاخ المقتهد والاخ اللي كان شغال الدين يا اما تحول الى ملتزم سلبي بطيخة وجورنال ودام وحياته لا علاقة لها بالدين نهائيا يا اما تحول الى واحد منتكس عمرك ما كنت تتخيل انه ينقلب الانقلاب ده او ينزل في الارتكاس ده عشان كده فيه اربع حاجات عايزين نقبلها اربع حاجات الحاجة الاولانية قبول الجدية في الدين اسمع معايا وافهم انا عايز اوصل ايه قبول الاربع حاجات دول يا جماعة على فكرة معلومة يعني يعني معلومة جانبية كده لو الجديد ما قبلهمش والقديم اتكبر عليهم الدين بيقع الاربع حاجات دول لو الجديد اللي لسه داخل الجديد ما فيهمهمش وقبلهم والقديم اتكبر عليهم الدين بيقع المصيبة اني للجداد قادرين ينفذوا الاربع دول ولا الهدام راضيين انه هما يقبلوا بيتكبروا على الاربع دول فبتلاقي في النهاية صورة الدين فين للأسف بص للواقع برا وانت تعرف حقيقة مستوانة ما تقسش حقيقة مستوانة بالصلاة اللي احنا صلناها ما تقسش حقيقة مستوانة بان احنا لو قمنا الوقت صلينا بصورة قاف كم واحد فينها يا عيط لا اسحقيت مستوانة الناس برا عامل ايه لو احنا كويسين الدين هانتشر برا لو هنبقى عاملين زي النهر اللي المية بتاعته فاضت غصبا عنها فاضت على الشاطئين فخدرت الارض عالجنبين اوعى تبص للمية اللي جوه النهر الا لما تبص للشواطئ بتاعته احنا الوقت مية جوه النهر هو ولكن الشواطئ اللي برا جرداء صحرا جرداء يبقى وقى تفتكر ان انت الخير زاد عندك لان لو الخير زاد عندك الخير ايجي في الدنيا اللي انت بتتعامل معاها عشان كده اربع معاني لازم نقبلهم المعنى الاولاني ركز معايا حتى لا تزول الجبال يا جماعة وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال انا شفت جبال زالت شفت رجال زالت شفت اعمال النهاردة جبت ورقة وعدت اكتب اسماء اخوان انا اسماء اصحابي حتى لا يضيع فلان وفلان انا عارف ان هم باشين في طريق ضياع ومش عارف اقول لهم ازاي وفلان 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 انا قاعد اكتب اسماء وحاسس ان احنا على وشك مصيبة جديدة فلان وفلان 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 بيضيعهم انا شايف قدام عيني بس اتوصل لهم ازاي بس مني اللزي يستوعب ان الكلام اللي انا هقوله ده الصحابة ما بقول صحابة غير اللي انهم ابلوه الصحابة ما عملوش حاجة للدين غير اللي انهم ابلوه الاربع معاني دول في قبول الدين او قبول دين ابو بكر وعمر النقطة الاولى قبول الجدية في الدين يعني ايه يعني قبول عدم اللعبة في الدين يعني ايه يعني الدين مش لعبة يعني ايه ما الكلام ده احنا هبقى يعني ايه عادي يعني ما كلنا بنقول الكلام ده الدين جد. هقول لك يعني ايه? رقم اتنين. قبول المسئولية عن الدين. يعني ايه برضو? يعني قصدك ان احنا نبقى سخنين. اسمعني. هشرح لك الوقتي. رقم تلاتة. قبول بيئة الايمان. وده من اخطر المفاهيم. اللي محدش بنرضى قبلها. لما مشيت مع بتوقع التبليغ اخوة التبليغ. لما كنت معهم في المؤتمر بنجليديش. اه كل شهر لازم يتقابلوا مع بعض ايام يعبدوا ربنا مع بعض فيها. اشتغلوا في دعوة فيها. كل يوم لازم في اوقات يقابلوا بعض فيها. ينزلوا يكلموا الناس فيها. ويتقابلوا مع بعض فيها. ويأكلوا مع بعض فيها. الناس دي عندها بيئة الامان مش درس اختياري. بمزاجك حبيت تحضر احضر ما حبيتش تحضر ما تحضرش. الناس دي عندها الدين يا جماعة عمل زي التجنيد في الجيش عندنا كده. افهم الكلام ده. الناس دي عندها الدين تجنيد اجباري مدى الحياة. ان في اعمال بينك وبين اخوانك في الدين. الاعمال دي انت ملتزم بها مدى الحياة. لو انت وقعت عنها دينك هيقع. عشان كده انا باعتبر ان الورش اللي بتتعمل بعد الدرس انتصار. باعتبر انها نصر ليه? لأول مرة الاخوة بتقعد مع بعض من غير ما يكون فيه شيخ بينهم. من غير ما يكون فيه دعاية. الاخوة لما يقولك ليه لا ايمانية. فيها الدعاية الفلاني والدعاية الفلاني. الاخوة ييجي. انما لو هم اتفقوا مع بعض هنتقابل. عشان نعمل حاجة دينية مع بعض الفصل الاسبوع. من غير ما يكون فيه دعاية ما حدش بييجي. ففكرة الورش ان الشباب بدأوا يقبلوا انهم يقعدوا مع بعض. فعلى صحبة ايمانية من غير ما يكون فيه شيخ موجود. يبقى قبول الجدية في الدين. اتنين قبول المسئولية عن الدين. تلاتة قبول بيئة الايمان. وإلا هتبقى حمل خارج الرحم. ملكش مستقبل. هتبقى بتنمو وبتنشط بر الرحم. في النهاية الجسم هيلفظك هيلفظك. ملكش مسبقة. الاربعة قبول الجندية للدين. يعني ايه برضو قبول الجندية للدين? نبدأ يا اخواني في الله. بالمعنى الاولاني وسيما بقول لك ركز معك كواس جدا. يعني ايه قبول الجدية في الدين? يعني قبول عدم اللعب في الدين. يعني ايه? يعني الدين مش لعبة. يعني ايه? يعني ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام. واصبر نفسك. قال للنبي ايه? نجيب البتاع داي كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى. قال للنبي عليه الصلاة والسلام. واصبر نفسك. مع مين? ربنا كأنه بيقول للنبي اوعى تضيع عمرك مع اي حد. اوعى تدي عمرك لاي حد. التربية دي المربي بيصخر عمره للطالب. فكأنه ربنا بيقول للنبي اوعى تدي للي مش هيجي من وراخر بعد كده للدين. فربنا بيقول للنبي يدي عمره المين? فبيقول له واصبر نفسك مع مع مين يا رب? مين يا رب اللي المربي يدي له عمره? مين الاخ اللي يستاهل الاهتمام من المربي والمعلم? مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. يعني ايه يا جماعة? خلونا انترجمها بلغتنا. يعني ايه يدعون ربهم بالغداة والعشي? يعني مع اللي الدين عنده ثابت مقدس في حياته. مع اللي الدين عندها ثابت مقدس في حياتها. يعني ايه? يعني فيه اخ لما بيحصل عنده مشكلة مع امراته انا لا قادر اجي دين ولا قادر اشوف دلوس ولا قادر اشتغل في دعوة. في اخ لما بيحصل عنده مشكلة مادية يقولك انا لا يمكن افكر في الدين في الوقت ده. في اخ لما بيحصل عنده مشكلة نفسية او اجتماعية او دراسية او ازمة من الازمات اللي موجودة الوقتي يعتزل تماما التفكير في الدين. يبقى يعني ايه مع الذين يدعونا ربهم بالغضاة والعشاء? يعني مع اللي الدين عندهم ثابت مقدس في حياتهم مع اللي الدين عندهم اولوياء في حياتهم. مع اللي صورة القيامة نزلة عشانهم ربنا قال في صورة القيامة ينبأ الانسان اليوم ايه بما قدم واخر. يعني ايه بما قدم? باللي كان مقدم عنده في الحياة قدمت ايه? وبما وما اخر? ايه اللي كان في الاخر? يجي يجي او ما يجيش ما يجيش? يعني فيه ناس قدمت الاخرة وناس اخرت الاخرة اللي قدم الاخرة كسب ايه في نفس الصورة وجوهن يوم اذن يوم اذن يعني يوم الايامة يوم اذن ناضرة الى ربها ناضرة اللي قدم الاخرة اللي قدم وكانت اولويته في حياته ربنا شاف النعيم وشاف وجه الله يوم الايامة قبل ما اي حد يشوفه في الجنة يعني قدم له النعيم طب اللي اخر طب اللي اخر الاخر في حياته طب اللي ما كانتش اولوياته هي دينه طب اللي كان اي مشكلة تضغط عليه يرمي الدين عشانه ها ووجوه يومئذ باسرة زي الطفل المبتسر كده منطقع اللون مسحوب الدم تظن ان يفعل بها فاقرة يعني ايه انت عارف لما واحد ييجي وياخده واحد يعذبه فالتاني يقولها تعمله في ايه استنى انت انت في الاخر انت كنت ماخر الدين خليك انت في الاخر اقعد تفرك بس على التعذيب بتاع غيرك طول خمسين الف سنة يوم الايامة وانت لسه في الاخر الحساب بتاعك مجيش دورك فهو مفزوع تظن ان يفعل بها فاقرة حاسس انه هيطقطم وسط الوقتي ولكن مجرد تأخير العذاب عليه عذاب اشد من العذاب مجرد انه حاس انه وكما اخر الدين يؤخر يوم القيامة وهو ينظر لمشاهد تعذيب غيرك عشان كده في اخر الصورة اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى انت انت عارف انت اولى بك ايه انت عارف قرب العذاب منك شكله ايه انت عارف قرب العقوبات الدنيوية والاخروية منك شكله ايه انت اولوياتك كان شكلها ايه في الحياة كان ايه الاولوية عندك لا اقسمه بيوم القيامة ولا اقسمه بالنفس اللوامة النفس اللوامة دي اللي هي انا وانت وانتي النفس اللوامة دي اللي هي قاعد بيلوم نفسه انه ما بيقومش الليل بس برضو ما بيقومش قاعد بيلوم نفسه انه مش مكتقد في الدين بس هو برضو ما بيكتهدش قاعد بيلوم نفسه على معاص بيقع فيها بس برضو لسه بيقع فيها مش قادر يفصل للدين مش قادر ان الدين يبقى هو الحاجة المقدمة في حياته. ففي النهاية في النهاية للأسف الشديد. بيؤخر في الدنيا والاخرة للأسف الشديد. عشان كده يا جماعة ما ينفعش الدين يتاخد لعبة. ما ينفعش ان الدين يبقى لعبة. اعرف اخ من اخواني. لما جيه توب. التوبة بتاعته كان صعبة جدا. وما اش قادر يتخلص من المعاصر اللي هو واقع فيها قبل التوبة. وكون تسمع صوت بكاءه في قيام الليل. لما كنا نبقى مع بعض مسلا او بيتين بعباط. اسمع بكاءه في قيام الليل واستغزته وتوسله. وكان صاحب تضرع. فمرة من المرات وقى عندي لقيت وصل بيل كار بالدرجة انه بيقول وربنا سيبني ليه? انا بتضرع ان ربنا يفتح لي باب التوبة. مش عارف اخلص من المعاصر ليه? مش عارف اتوب ليه? فبدا اتكلم معاه افهم وصحيح. المفروض التوبة بتبقى يعني التوبة بتبقى اسهل من كده. هو ده التوبة بتاعته صعبة اوي كده ليه? عرفت انه في يوم من الايام كان ملتزم وكان ملتزم اوي. فواحد ادى له مادة كده عليها فيلم وحش. فيلم من الافلام القادرة يعني. فهو وهو في عز الالتزام وهو في عز الالتزام لما واحد ادى له ازا الفيلم ام شغله ام اتفرج عليه بكل بساطة. وكانت بداية الانتكاسة بتاعته وهو ده السبب انه مش في طريق غير الالتزام. فلما جاي ارجع للالتزام لقى الصعوبة دي فاولت يا انها رابيت. قلت له خلاص بانت. عاملة زي قصة طلوت وكان له كده. وزي قصة بني اسرائيل مع موسى في صورة المائدة. لما قال لهم ادخلوا الارض المقدسة. فاذا دخلتموه فانكم غالبون. قال لهم روحوا انتم بس لفلسطين. ربنا هيفتح لكم الكوش دعوة. الطريق هيبقى اسهل من السهولة. ماردوش. انها هنا قاعدون. جم بعد كده قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل. فلما جالهم طلوت. قال لهم ان الله مبتلكم بنهر. وكل معظمكم هيشرب منه. وبعد كده هتمشوا في صحرا مهلكة. وبعد كده هتلاقوا العماليكم استنيينكم الكنعانيين في فلسطين. طب الطريق بقى صعب ليه? في يوم الايام ربنا قال لنا الطريقة هيبقى سهلة. لا. اللي ربنا طلبوا منك قبل كده. اللي ربنا طلبوا منهم قبل كده. وهم رفضوه. جمل الوقت هم اللي يطلبوه. بس اللي كان قبل كده ببلاش. ما عادش النهاردة ببلاش. عشان يتعلموا ان الدين مش لعبة. اهو ده اللي حصل مع صاحبي بالزبط. ان هو في الاول لعب بالدين. لعب. ربنا فتح له ابواب الطاعة. وهو اول ما تفتح له باب في المعصية رمى كل حاجة وجيري على المعصية. فلما جي في يوم الايام يقول انا عايزارك يا رب. يبقى لازم تعرف تمن الدين بقى المراضي. لازم تعرف ان التمن غالي. الباب اللي ربنا فتحه لك الوقت في الدين. لو انت استحترت بيه. ولعبت بيه. هيتخد منك. ويوم ما تيجي ترجع تاني. ما تعرفش هتقف على الباب قدقى عشان يتفتح لك تاني. الفتح اللي ربنا فتحه لك الوقت في الدين. لو انت لعبت بيه. هيتخد منك. ويوم ما تحبي ترجعي. ما تعرفيش ممكن تقفي على الباب قدقى ما يتفتح لك تاني. ما تلعبش بالدين. ما تلعبش بدينك. بالزات ساعة الفتح اخو هو منطلق في الدين. ها يقول لي جالي سفرية معينة مسلا تجارية بيقول لي وانا في عز الانطلاب. راحت كل اللي انا كنت فيه ضاع. قلت له يا ابني هو مش سفرية مش حرام. انما في انسان لما يتفتح قدامه فتح في الدين وفتح في الدنيا. يرمي فتح الدين ويجري على فتح الدنيا. اوعى تستهتر بفتح ربنا عليك. اوعى تلعب بالدين. اللي هيلعب بالالتزام هيكناس يا جماعة. اللي هيلعب بالاخوة هيتحرم الاخوة. اللي ربنا هيفتح له ابواب العبادة وهيلعب فيها هو حر. لو جات بعد كده عسرت عليه. مايستغربش. لو ربنا فتح قلبك للقرآن. ولعبت في علاقتك بالقرآن. لما تيجي بعد كده تجير القرآن تلاقي تقيل على قلبك. تقيل على لسانك. تقيل على نفسك. ما تستغربش. لان قبل كده ربنا فتح لك وانت لعبت. دي رسالة من ربنا ما تلعبش تاني. عشان تعرف ايه متى الدين المرة دي. لازم نعرف. لازم تفهم ان الجدية في الدين هي الصح. ان هو ده الفكر الصح يا اخواننا. لما سعيد بن عامر مراته اعترضت. على انه طلع كل فنوسه صدق. قال لها ايه? كلمة ناص. اني لا ينتظرني. جزاء ما افعل. حور عين في الجنة. لو اطلت احداهن على الارض لانارت الارض من جمالها. ها? واني لمضحن بك من اجلهن. ولاست بمضحن بيننا من اجلك. سكتت. القصة خلصت. لما معاذ ابن عفراء مراته اعترضت. على انه بيطلع كل حاجة صدقة. قال لها ايه? كلمة واحدة. قال لاخوتها لما بعتت لاخوتها. قال لهم ابت نفسي. الا ان استطر بكل شيء اجدهم من النار. ده كلام منتهي. انا اي حاجة هلاقيها تنفع حاجات بينه وبين النار هقدمها ربنا. لما سعد ابن ابي وقاص امه عذبته وقالت هتضرب عن الطعم قال لها ايه? كلمة واحدة. لو ان لك مئة نفس خرجت نفسا نفسا على ان اترك هذا الدين ما تركته وقالت وشربت. والموضوع خلص. عايز اقول لك ايه? عايز اقول لك ان الجدية في الدين هي اللي بتوصل يا ابني. الجدية في الدين هي اللي بتخلي للدين معنا. هو في دين له طعم من غير تضحية. هو فيه هو لو قيام الليل الاخ اللي صهران اصلا للصبح ما بينامش اصلا طول الليل. هل ده لما بيقوم ليل بيحس بنفس طعم قيام الليل بتاع اللي نام وصحي وهيموت. عشان ينام كمان نص ساعة. وايم بيجاهد نفسه. بيجاهد نفسه عشان يعرف يوقف. يصلي بنانين ربنا ما فيه اللي بيدي طعم الدين بيبقى اجمل لما بيبقى فيه مجاهدة. لما بيبقى فيه تضحية. عشان كده الاية الباهرة اللي بتبين لك يعني ان الدين مش لعبة. يعني ايه الجدية في الدين من الايات الباهرة في القرآن اللي الواحد. قول الله سبحانه وتعالى واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ. لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة يا نهر ابيض. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. عارفين سيدنا موسى في الوقت ده كان عنده كم سنة? عارفين فتاه كان عنده كم سنة? عارفين موسى كان رايح فين? عارفين موسى كان رايح يعمل ايه? عارفين موسى معنى الكلام اللي قاله ايه? يا اخوانا اية يعني تهزلك عقلك. اية توقفك مع نفسك يا ربنا جايب الكلام ده. عشان في الاخر نحطه في متاحف ونقعد نماز مسلمون واحنا بنسمعه ونقول يا السلام يا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يا السلام الانبياء. ولا ربنا جايب لنا الكلام ده عشان نتعلم منه ان ده يبقى دينك. ولا ربنا بيخليك تقرأ الاية دي كل يوم جمعة في صورة الكاف. عشان دي تبقى دينك. عشان تتعبد لله بالدين ده. عشان ما حدش يضحك عليك. عشان لما تبص حواليك. وتلاقي معظم الملتزمين سلبيين. معظم الملتزمين ما عندهمش جدية في الدين. معظم الملتزمين ما عندهش مجاهدة. معظم الملتزمين ما هواش قلبه مفتور على تكبرة الاحرام اللي فاتته الصلاة اللي فاتت. معظم الملتزمين ما هواش حياته مصخرة من اجل الوصول الى الله. عشان لما تشوف كده تقول لها. مش ده الدين. الدين اللي في القرآن. الدين اللي ربنا اتكلم عنه. واذ قال موسى لفتاة. فتاة ده يوشع بن نون يا جماعة. المفسرين قالوا لك. طبقا لروايات بني اسرائيل. ان يوشع بن نون في الوقت ده كان عنده فوق الاربعين سنة. فتاة. سيدنا موسى كان في الوقت ده ما بين السبعين والتمانين سنة. الكلام ده يا جماعة بعد ما بعد ما ربنا شق البحر الاحمر لموسى. مقابلة موسى بالخضر كانت في وقت اتيه. يعني كانت بعد عبور البحر الاحمر اخوانا. فتاة اللي هو يوشع بن نون ده هيبقى نبي بعد كده. كان فوق الاربعين سنة. ومار ربنا سمى فتاة ازاي? ما هو في نفس الصورة? ربنا قال اذ اول فتية تقل الكهف. سمى برضو اهل الكهف فتية. فبعض المفسرين قال لك هو زي يوشع وهو فوق الاربعين يتسمى فتاة. قال لك لا ده دي مش فتوة السن. ده الفتوة الايمانية. ان انسان وهو عنده فوق الاربعين سنة. عنده الاستعداد لهذا الجهات. عنده الاستعداد انه ينشغل بالله هزا الانشغال. مشكلة اخواني. الشاب بيلتزمه افتان يا جامعة. يا دوبك على ربع جامعة. يعني سنتين ده العمر الالتزام بتاعه. ده العمر السخونية بعد كده خلاص بقى. كلام بتاع زمان ده ما بيفتكروش بقى. كلام المجهد القلبية. واصل حلب ازاي? وعم الشيخ ازاي اتعلم الدعوة. وازاي افيد الدين? وازاي انفع ديني? وكيف اطلب العلم? وكيف اقوم الليل? ولماذا لا اخشع في القرآن? كل دي اسئلة اللي عمره من ست شهر لسنتين كده. ما بعد سنتين في الالتزام نادر انك تلاقي واحد بيسأل الاسئلة دي اصلا. واذ قال موسى لفتاة الفتوة الايمانية انك انت تفضل شباب طول عمرك بمعرفة ربنا سبحانه تعالى. العزيمة الايمانية. واذ قال موسى طيب موسى بيقول لي فتاة كده ليه? بيقول له لابرة حتى قبله ليه? هو موسى هو اللي رايح قبل الخضر. بيقول لي يوشع كده ليه? لان اخوانا اللي بينام فينا بينايمنا كلنا. واللي بينشط فينا بينشطنا كلنا. لو يوشع نام في الطريق من موسى سيدنا موسى هيتعطل شائم ابا. هي دية الصحبة وهي دي اخوك اللي انت بتسنده النهاردة عشان يقوم على رجليه هو اللي هيسندك بكرة. اختك اللي انت بتصحيها النهاردة لقيام الليل هي اللي هتصحيك بكرة. هي دي انك انت خوفك على دين اخوانك هو ده حصن امان لدينك انت بكرة. بس مين اللي يفهم الكلام ده? فسيدنا موسى بيسخن يوشع عشان يفضل الطريق سخن على مهمة الاتنين. واذ قال موسى لفتاة? لا ابرحوا. حتى قبلوا مجمع البحرين. موسى في الوقت ده كان عنده قرب التمانين سنة جماعة. ومع ذلك مصمم يقطع الرحلة دي لمجمع البحرين. اقل قول في مجمع البحرين انه كان عند نهر الاردن. يعني سيدنا موسى يختارك فلسطين ويوصل لنهر الاردن عشان يقابل الخضر. فلسطين في الوقت ده كانت محتلة. كان محتلاء العمليق. كان محتلاء كان عنيين العمليق. سيدنا موسى يدخل وسط المهلكة دي عشان يوصل لذكرنين. يا نهر الاردن يعني مستعد يعمل اي حاجة عشان يتعلم تلات مسائل عن معرفة الله. وهو عنده تمانين سنة بعد ما اوتي علم التوراة. بعد ما نزله جبريل. بعد ما كلم الله. بعد ما كلمه الله. بعد ما بقى حاكم دولة. بعد ما ربنا شقله البحر. يسيب الدنيا واللي فيها. عشان يروح يتعلم تلات مسائل عن معرفة الله. مين? اللي بعد خمس سنين من التزامه بيبقى لسه سخن. وعنده همة انه مستعد يعمل اي حاجة عشان يوصل لربنا سبحانه تعالى. مين اللي بتفضل دي القضايا بتاعته طول حياته? زي ما ربنا قال وما بدله تبديله. ما بيبدلوش. ما بيتغيروش. ابو بكر وعند واربعين سنة طلع كل ماله لعطاق اخوانه من الرق. وهو عنده خمسين سنة طلع كل ماله لتمويل عملية الهجرة. وهو عنده ستين سنة طلع كل ماله لتمويل جيش العسرة. اللي يقى الايمانية بتاعته ما بتنزلش. زي ما هو بطل. عنده اربعين عنده خمسين عنده ستين عنده مية زي ما هو يا اخواني في الله. واذ قال موسى لفتاة لا ابرح حتى ابلغ لا ابرح لا هرتاح ولا ههدى ولا هقف لحد ما هوصل. انا عايز اوصل لربنا هو انا يعني سبحان الله لوعده هو متخيل كده يوم الايامة والواحد بيقول هقوموا اقرؤوا كتابية هو ماسك كتاب مش بيدخله مش ماسك ورقة شات سنة العامة اللي اتدخل كلها له عايزها ده ماسك ورقة دخلوا الفردوس العهلة. الواحد متخيل كده لا ابرح حتى ابلغ. انا مش هرتاح لحد ما اوصل. انا مش هقف لحد ما اوصل. انا لازم اوصل لربنا. انا لازم اعرف ربنا. انا لازم اشبع من عبادة ربنا. لا ابرح حتى ابلغ في حد منكم بيحفظ قرآن. وبيقول لا ابرح حتى اختم القرآن. في حد منكم يطلب علم. ويقول لا ابرح حتى اتضلع من العلم. في حد منكم يجاهد في القيام والصيام. ويقول لا ابرح حتى يفتح الله علي في القيام والصيام. في حد منكو شغال في الدعوة. ويقول لا ابرح لحد ما ربنا يهدي قلوب الشباب. في حد منكو لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة امضي من المضاء. يعني ايه المضاء يا جماعة? يعني مفيش تردد. مفيش تذبذب. يعني عمرك اغلى من انك تضيعه في التردد والتذبذب. عمرك اغلى. انا نفسي اللي عندهم تلاتين سنة يعرفوا قيمة العمر اللي هم ما لسه فيه. نفس اللي عندهم عشرين سنة يفهموا قيمة العمر اللي هم ما لسه فيه. نفس اللي عندهم نفسي كل واحد مننا يفهم قيمة العمر اللي هو فيه. مش لازم العمر يضوع منك عشان تفهم قيمته او امضي من المضاء وامضوا حيث تؤمرون. من المضاء مش هتردد. مش هتذبذب. التردد والتذبذب بيضيع العمر. عشان كده الاخ اتعرض في مشكلة لبيته. هاو الاخت تتعرض والدها يزعق لها. يا تخلع النقاب يا تخلع النقاب يا امه هبهدلك واعمل فيك. فتدخل في مرحلة التردد. اسمع كلام والدي. ولا ولا اسمت على نفيه. ولا التردد ده في حد ذاته بيحرق الايمان في القلب. التردد ده في حد ذاته. الايمان يا جماعة اللي بيحافظ على انك تبقى حاسم في علاقتك بربنا. سيدنا محمد لما كان في المعرج وجاء له جبريل بكوباية لبن وكاس خمر. فسيدنا محمد اختار كوباية اللبن. فجبريل قال له لو اخترت الخمر لو اخترت الخمر لغوة امتك من بعدك. احيانا فيه اختيارات غلط هتفضل تدفع تمنى طول حياتك. فسيدنا موسى بيقول لا تردد في الطريق لله هتردد بين مين ومين? او قمض يا حقبة. يا اخوانا لو انا قلت لك تختار عشرة مليون جنيه ولا تختار شيلن. لو واحد تردد يبقى مجنون. هو في واحد يتردد ما بين عشرة مليون جنيه وشيلن. طب ايه رأيك بقى? ده ده متردد ما بين مخلوق ومخلوق. اما للي يتردد ما بين الخالق وما بين مخلوق. اما للي يتردد ما بين الجنة وما بين الدنيا. احنا عايزين بقى واسقين من الطريق بتاعنا. زي سعيد ابن عامر قال لي مراته كل ما خلصت الموضوع. زي سعد ابن ابي وقاس. قال له امه كل ما خلصت الموضوع. زي معاذ ابن عفراء قال لي مراته كل ما خلصت الموضوع. او امضي من المضاء. لا تردد ولا تتفض. او امضي يا حقبة. الحقب دي يعني مابين تمانين سنة الحقبة وما بين الاف السنين وما بين علماء الاحياء يقول لك الحقبة دي ملايين السنين اصلا. اه? ملايين السنين او قمض يا حقبة يعني الحقب دي كان ميت سنة يعني. سيدنا موسى قصده كان ميت سنة. سيدنا موسى كان عنده تمانين سنة. مش هيعيش ماءات السنين اللي بيكلم عنها. ولكن همة المؤمن اعلى من عمره. همة المؤمن وطموح المؤمن اعلى من عمره. يعني لو انا الوقت اديتك ورق وقلم. وقلت لك اكتب طموحاتك في الدين. اكتب الحاجات اللي انت نفسك تعملها في الدين الحاجات دي عايزة كم سنة عشان تتعمل بس الحاجات الجد مش الاحلام اللي انت يعني ايه اللي بتتبخر ديت قبل ما الواحد ينام او يدخل في النوم لا 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 الاحلام اللي انت عايش حياتك عشان تحققها الاحلام اللي انت لا تتخال انك تموت وانت ما عملتهاش الاحلام اللي انت الموت عندك اسهل من انك انت بتتحققش احلامك في الدين اللي بالمنظر ده قد ايه المؤمن احلامه اطول من عمره ولو خد الف سنة فوق عمره اخوانا قضية قبول الجدية ده اول نقطة قبول عدم اللعب ما تلعبش في دين ربنا ما تلعبش بالدين ما مش لما ايجي اي عارض اه والله النهاردة ما فيش وقت ان انا اروح التحفيز لا لا النهاردة ما فيش وقت ان انا اجي الدرس لا لا الاسبوع ده مش هقدر بقى ان انا ايه اه ان انا يعني يعني ايه اللي قعدة الجلسة الايمانية اللي بيني وبين اخواني الاسبوعية ديت ان انا اروحها لا 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 الجلسة العلمية الاسبوع ده او الدرس العلم الاسبوع ده انا مش فاضي ان انا اروحه يا جماعة الدين ده عامل زي التجنيد بتاع الجيش بالزبط بس تجنيد بدل حياة انت مجند لما تيجي تفهم دي كام واحد من الاخوة هارب من التجنيد بقى وفاكر انه ملتزم وفاكر انه كويس يبقى نقطة الاولى قبول الجدية في الدين النقطة التانية قبول بيئة الايمان احنا قلنا حمل خارج الرحم عشان ما تبقاش حمل خارج الرحم قبول بيئة الايمان اية قلت قالكم قبل كده بس لما تقارن اول كلمة فيها باخر اية فيها تحس انك اتفزعت ومن الناس من يعبد الله يعبد الله خد بالك يعبد الله ايه على حرف يعبد الله معناه ان ده حمل حمل على حرف معناه انه حمل خارج الرحم يبقى بيعبد الله بيصلي وبيكتهد وبيعمل مشاريع دينية وشادت ما شاء الله ده اسبنزين ولكن طلعت المصيبة على حرف خارج الرحم حمل خارج الرحم وكل الناس بصلوا واو الاخ فلان المكتهد الاخ فلان اللي مكسر الدنيا الاخ فلان النشيد وانت تبصلوا كده يا عيني يا غلبان واقع واقع يا ابني واقع واقع الا بمعجزة من ربنا سبحانه وتعالى ليه حمل خارج الرحم يا جماعة لانه حمل خارج بيت الايمان عزل نفسه عن اخوانه الاخ اللي مش قادر يفهم قضية الورش وقيمة الورش ده مش قادر يفهم الفكرة اللي احنا قاعدين نتكلم عنها اصلا الاخ اللي بيقعد في الورش ويقعد يسلم على الناس ويتحكوا مع بعض وبعد كده يروح وما يشوفش صحبة الورش غير الاسبوع اللي بعده مهوش فاهم احنا بنتكلم عن ايه يا اخواننا انت لازم تقاتل عشان يبقى ليك بيئة دينية تقاتل عشان يبقى ليك بيئة ايمانية يبقى ליك بيئة دينية البيئة الامانية يعني زي مثلا قبول بيئة الايمان زي موضوع الورش كده زي موضوع الورش زي موضوع احنا لو تفتكروا كلمنا قبل كده في درس اه ياريتني اعرفتكوا من زمان عن قضية الورش ده ايه عن قضية الصحبة الايمانية. عن قضية البيئة الايمانية. اجماعة اه لما كنت سبحان الله العظيم يعني بفكر كده في حديث النبي عليه السلام. لقيت ان في ناس عظماء وقعهم في الارض بسبب انهم تركوا بيئة الايمان. وناس ضيعين عيلوا في السماء بسبب انهم اهوا لبيئة الايمان. عياش ابن ابي ربيعة. عياش ابن ابي ربيعة رضي الله عنه. ده صحابي من الصحابة الكبار بتوع النبي عليه السلام. اللي النبي كان بيدعي له في صحيح البخاري. اللهم انجي عياش ابن ابي ربيعة. سيدنا عياش. رجعا. رجعا. بعد ما هاجر ابو جاهل راح جابه ابن المدينة المكة تاني. قال له امك لا تأكل ولا تشرب وانبهدل نفسها. وفيها وحصل. ولا كمال في مكة. وتعال اخد فلوسك وفلوسك هتتاخد. وارتك هتتصادر. عياش ابن ابي ربيعة ساب المدينة ورجع مكة. فترك النبي سنوات. حتى نزل قول الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكانت سبب في عودة عياش ابن ابي ربيعة. ده ما عايز اقول لك انه ده صحابي. وفتن. وفتن. ويعني حدثت هذه الفتنة الرائبة في حياته. بسهب انه ترك بيئة الامان. في حين انه قاتل المئة. وهو ضايع. لما قاصد بيئة الامان ربنا اجراله مواجزات. اجراله مواجزات. ربنا بقولك ومن الناس من يعبد الله على حرف. فان اصابه خير اطمأن به. يعني ممكن تلاقيه مجتهد لما الدنيا تبقى مروقة معا مية مية. وان اصابته فتنة انقلب. وان اصابته فتنة انقلب كثير من الاخوة بسبب الاحداث اللي بتحصل في الواقع مشنول. ما بيعملش اي حاجة في دينه. ام الله والازمة شدت عن كده يا جماعة ده هيعمل ايه ده? ام الله وتعرض لمشكلة حقيقية بسبب مثلا في ظروف البلد شدت. هيعمل ايه ده? اللي سايب الدين وسايب الدعوة بسبب الظروف بتاعت البلد دلوقتي. ام الله لما تبقى الظروف بجد. هيعمل ايه ده? وان اصابته فتنة. ام الله ده لما يتفتن هيعمل ايه? احنا انت شوف اخ وهو الدنيا لسه مايات صعبة معاه تلاقيه ضيع كل حاجة. تقول سبحان الله ام الله ده لما يدخل في فتنة بحقيقة هيعمل ايه ده? وان اصابته فتنة ننقلب على وجه خسر الدنيا والاخرة لما تقارن ما بين اول كلمة في الاية يعبد الله وما بين اخر كلمة خسر الدنيا والاخرة تقول ياه للدرجة دي في ناس ممكن تضيع في ناس ممكن تقع سبحان الله العظيم كان امام بيصلي بينا فجت عند قول الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاء احدهم واحد لوحده وحيد واحد لوحده احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل بيكلم على انه واحد بيكلم على انه وحيد ما هواش في بيئة ما هواش وسط اخوان ليه فده ضايع عاش ضايع وما تضايع الصفحة اللي بعدها والامام بيكمل الاراية فبيكلم عن الناجين فربنا بيقول انه كان فريق انه كان فريق فريق يعني مجموعة يعني 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 كتلة اخوة مع بعض انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفل لنا وارحمنا وانت خير الرحمين يبقى اللي عاش لوحده ده ضاعف الاخر انما اللي عاشه وسط بيه امام دول اللي تقدموا في النهاية دول اللي ارتفعوا في النهاية دول اللي وصلوا في النهاية عشان كده اخوانا اوقعوا تفتكروا ان بيئة ايمان معناها انك انت تحضر دروس بيئة الايمان معناها انك انت تعيش وسط اخوانك معناها انك انت يبقى عندك تواصل مستمر مع اعمال الدين انت ملزم نفسك بيه يوميا بحيث انك انت زي اللي دخل كلية الطب كده فيه طب انتساب محدش عملها في الدونة غير بشار الاسد طب انتساب دي كذلك مفيش دين انتساب الدين انتظام يا ابني مفيش حاجة اسمها دين انتساب الدين انتصام لازم تنتظم في اعمال الدين لازم تنتظم في الصحبة لازم تنتظم في بيئة الايمان عشان تقدر توصل وإلا للأسف يبقى حمل خارج الرحم الحاجة التالتة بعد قبول الجدية في الدين وقبول بيئة الايمان الحاجة التالتة قبول المسئولية عن الدين يعني ايه قبول المسئولية عن الدين طول عمري واخد بالقول اللي بيقول ان سورة المزمل نزلت قبل صورة المدسر. ليه? حاجة طبيعية. قوم الليل. لازم تنزل قبل قوم في انزر. لازم الاول العبادة وبعد كده الدعوة تيجي. لحد سبحان الله العظيم. يعني وقفت من ايام كده قدام رواية في الصحيحين. رواية في الصحيحين. ان صورة المدسر هي لنزلت الاول. والرواية دي الواحد كل ما يبصلها يبصل ايه? يعني يقول يعني طب ازاي? صعب? يعني المدسر الاول. يعني قم في انزر تيجي قبل قوم الليل. فلما بسط للرواية من عدة ايام كده ان النبي عليه الصلاة والسلام. آه بعد اقرأ. لما رأى جبريل جلس على كرسى من السماو والارض. فالنبي جري على البيت يقول زملوني. فدثروه. فنزل قول الله يا ايها المدسر قم في انزر. الرواية صريحة ان المدسر قبل المزمل. فوقفت افكر كده. فلقيت ان سبحان الله العظيم. كام اخ اعرف اعرفه? ضاع. ضاع. بسبب انه مرضاش ينزل للواقع ويشتغل في الدعوة. وكام اخ عرفه بقى داعي الى الله? بسبب ان لما ربنا حمله مسؤولية الدين تحملها. انتم عارفين يا جماعة يعني ايه قم في انزر? تنزل قبل قوم الليل. معناها والله اعلم يا محمد يا ابن عبد الله. اوعى تدي عمرك بتاع دار الارقم بتاع قوم الليل. لاي حد. ادي عمرك في قوم الليل. مع اللي قابل الاول قم فانذر. مع اللي قابل الاول انه مسؤول عن الدين. مع اللي قابل الاول انه هيشيل دين. مع اللي فهم انه جاي يقعد في درس او يقعد في جلسة ايمانية او يقعد في جلسة علمية لانه بكرة هينزل هيشتغل في الواقع. هو ده قبل كده حصل فتح دعوي مفاجئ مفاجئ. وكنت يعني ايه? الواحد بيهتم ايمة اربوان بمجموعة من الاخوة كده. ففي مجموعة منهم قالت خلاص احنا لازم نشيل الفتح الدعوي ده. وفي مجموعة منهم قالت لا احنا الدعوة دي ممكن تيجي على قلبنا وما ينفعش واحنا عايزين نتربى وبس. المجموعة اللي قالت احنا هنشيل الفتح الدعوي ده. ولا واحد فيهم الوقتي ما هواش من الدعاء الى الله. ولا واحد فيهم اللي هو بقى دعاء الى الله. والمجموعة التانية اللي قالت لا لا احنا نتربى بس ننزل نشتغل لا كلهم الوقتي بلا استثناء مش عايز اقول لك ضاعو. ما بين ضاعو وما بين الكرش والجورنال والبطيخة. صورة وخلاص. اللي قابل قم فانذر هو ده اللي نمى بعد كده. يا انا عايز اقول لكم ايه? عايز اقول لكم قبول المسئولية في الدين. انك تعرف انك بتتربى عشان بكرة هتنزل. كفوا ايديكم واقيموا الصلاوات وزكال ايه? فلما كتب عليهم القتال. ده كل ده كان استعداد عشان هتنزل تشتغل للدين بكرة. انما في واحد يقول لك انا انا عايز اتربى وبس ما فيش حاجة يا ابني لو انتو فاكرين الدرس بتاع الجمعة اللي فاتت. سيدنا ابراهيم لما تدبر في الكوكب والشمس والقمر قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. وصل لمقامات ايمانية نورانية في العبادة. ولما نزل اشتغل في الدعوة. الف اي الفريقين احق بالام. وصل لمقامات ايمانية نورانية تانية برضو. زي ما العبادة بتربي الدعوة بتربي. زي ما العبادة بتملأ القلب بالنور. الدعوة بتملأ القلب. بالنور. عشان كده اخوانا. من اسباب ضياع كثير من الاخوة. انه مش واخد الدين انه جيش. انه واخد الدين انه داخل يسمع كلام يريح له قلبه بس. غير قابل للمسئولية. مش قابل انه مسئول. مش قابل انه بيتربى. عشان بكرة لازم هيشيل دين مع اذان العشاء. الحمد لله وكافة وصلاة وسلام على عبادة الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. وبيدك الخير كله وإليك يورجع الامر كله. اما بعد اخواني وحبابي في الله. قابل المسئولية عن الدين يعني ايه? انتو عارفين يا جماعة جريج. جريج العابد. اللي كان بيعبد ربنا في الصومعة. والمرأة افترت عليه بولد من الزنا. وربنا انتقل الغلام في المهد. ونجى وبنقوله الصومعة تاني. وعارفين غلام الاخدود. غلام الاخدود اللي الراهب رباه. ونزل غير البلد كلها بالدعوة الى الله. وفي الاخر الملك اتله. وفي الاخر مات مقتول. ايهما اعظم? جريج ولا غلام الاخدود? ايهما اكثر نفعا للدين? جريج ولا غلام الاخدود? جريج عابد. له كرمات. ولكن غلام الاخدود مات بعد ما غير الواقع كله. رغم انه كان بيحدد بالقتل مباشرة من الملك. ولكن مات بعد ما غير الواقع كله. يبقى الشخصية اللي قدرت تغير عشان الدين اعظم. من اي شخصية تانية. عشان كده لما كان النبي عليه السلام قبل غزوة احد بيقول من يأخذ هذا السيف السيف بتاع النبي. فكله امرافع اينه? تخيلوا الوقتي لو النبي وسطنا كده امرافع السيف بتاعه. وقال من يأخذ هذا السيف كلنا هنترمى على السيف بتاع النبي عليه السلام. فالنبي قال لهم استأنه. لسه في كلمة واحدة بس ما التهاش. من يأخذ هذا السيف بحقه. ده له حق. فكله ان منزل ايده معد ابو دجانة قال له انا يا رسول الله. انا يا رسول الله. ابو دجانة يا جماعة لما قال انا ما كانش لسه عارف هو ايه حقه. ما كانش لسه عارف. امال انا دي معناه ايه? عالفين دي معناه يا جماعة. انك بتمضي للاسلام شيك على بياض. انك بتقدم لدينك روحك في شيك على بياض. اللي تطلبه مني يا دين الله انا مستعد اقدمه. يا رسول الله لو حقه روحي هدفع روحي. لو حقه دمي هدفع دمي. لو حقه مالي هدفع مالي. ايا ما يكون حقه انا مستعد ان انا ادفع. ايا ما يكون الدين محتاج ايه انا مستعد ان انا ادفع. كانك بتمضي شيك على بياض للاسلام. كانك بتتعامل مع الدين بلا حساب. بتقدم تضحيات للدين بلا حساب. هم دول اللي في الاخر بياخدوا الجنة بلا حساب. ليه? لانه تعامل مع ربنا كده. فربنا سوحات علي عامله كده. عشان كده من الكلمات العجيبة او في القرآن. الكلمة اللي المنافقين قالوها لما شافوا الصحابة بسبب نصرة الدين خدوا ايه? ففي الاخر قالوا يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيمة. لما شافوا في الاخر اللي اشتغلوا للدين خدوا ايه? واخدوا بالكم. اللي ما اشتغلش للدين برضو لما هيشوف اللي سبته على الدعوة في الايام ده ايه? واللي سبته على نصر الدين ربنا في الايام ده ايه? لما هيشوفها ياخدوا ايه بكرة? هيقولوا نفس الكلمة. هيقولوا يا ليتني كنت معكم. فافوز فوزا عظيمة. بس بعد ما تبقى راحت خلاص. قلت سبحان الله ازا كانوا دول المنافقين شافوا بس الثمرة الدنيوية. اللي ربنا اده للصحابة في الدنيا بسبب نصرتهم للدين. فقالوا الكلمة دي. امان لما يشوفهم اللي ربنا هيدي للصحابة في الاخرى بسبب نصرتهم للدين. هيقولوا ايه? ازا كان شافوا لعاعة من الدنيا الصحابة خدوها. قالوا يا ليتني كنت معهم. فافوز فوزا عظيمة. امان لما يشوفوا اللي ربنا هيدي في الاخرى للي نصروا دين ربنا. يا ندمه اللي ما اشتغلش في الدعوة. يا ندمه. اللي جي قال لك اصل الدعوة بتأثر على قلبي. اصل الدعوة بتنزل لي ايماني. قال له طب ما تعالج ايمانك وتشتغل في الدعوة يا ابني. هو فيه طالب في كلية هندازة. يقول لك اصل لما بنزل الكلية قلبي بيفسد ما نشرح لامتحانات واسيب الكلية. قم الليل. واقرأ قرآن قبل ما تنزل الكلية. وغض بصرك. وادخل امتحاناتك. بدل ما تقول لنا هسيب الكلية لان انا الكلية بتنزل لي ايماني. يا ابني جاهد. يا ابني استحمل. يا ابني اصبر. هيا دي بالضبط الاخر لك الدعوة بتنزل لي ايماني. بتنزل لقلبك. يا ابني انت والله العظيم في مقامات ايمانية. لو مودت نفسك في العبادة ما هتجيبها الا بالدعوة الى الله. في مقامات في الثقة بالله والاتصال بالله مش هتشم ريحتها غير في الدعوة الى الله. غير ما تشتغل في الدعوة الى الله. زي ما العبادة تربية الدعوة تربية. واللي بيرفض المسئولية تجاه الدين بالدعوة ده بيفقد جزء ضخم من تربيته زي ما قلت لكم يا جماعة. يعني يعني الواحد لما يفتكر يعني اخوة افاضل افاضل كل كلمة قلتها لكم النهاردة. كل كلمة انا عناية قدامها جسس جسس لفلان وفلان وفلان لانهم ما عملوش دي. وفلان 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 لانهم ما طبقوش دي. وفلان 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 لانهم اتكبروا على دي. وفلان 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 لانهم ما كسلوا عندي. وفلان 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 لانهم ما فيموش دي. يا اخوانا ده دم اجيال قبلوكو في الطريق الاسلامي. ده ارواح اجيال قبلوكو في الطريق الاسلامي ظاهقت. بسبب قبول الجدية في الدين ان في شباب كتير افتكرها لعبة. لعب. ولما ربنا فتح له تحفيز وورش ودروس وفرص للتربية ولالة ايمانية واستعداد في رجب وشعبان لرمضان ورمضان جايب اللي فيه. لما تفتح له في الدين اه اتشغل عن الدين باي حاجة او صدت نفسيته عن الدين باي حاجة وضيع الفرصة ومجاتش تاني. لما بقول لك قبول بيئة الايمان اللي هي الجندية التجنيد بتاع الدين يا ما اخوة نشطاء وقعوا على رقابتهم. ليه? بسبب انه فاكر ان الدين شغلي بس. او ان الدين مش لازم ان انا يعني بقى ايه? ابقى على طول متواصل ببيئة ايمان ومتواصل باخوة صالحة. يا ابني انت لو عملتش كده هتضيع. الموضوع يا اخوانا. اللي انا بقول لكم ده يا جماعة فرض. انا مش بقول لك كماليات. اللي بقول لك ده اللي عايز منكم في يوم الايام ربنا ينصر به الدين لازم يعتبر ان الكلام ده كله فرض عليه. قبول المسئولية عن الدين. انك لازم تفهم انك مسئول يا ابني. لازم تفهم انك انت مسئول عن دين ربنا سبحانه وتعالى وتقبل ان قم فانزر نزلة قبل قوم الليلة. ليه? عشان اللي هيعبده دار في دار الارقم. يبقى النبي نفهمهم من قبلها ان احنا بنعبد عشان بكرة هننزل في الواقع. بنعبد النهاردة عشان بكرة هننزل في وسط واقع شباب مليان شهوات. عشان لما ننزل ما نتقصرش وما نفتنش. فاحنا بنتشحن النهاردة النقطة الرابع على عجالة قبول الجندية للدين. ودي نقطة حرجة ونقطة مؤسفة للأسف الشديد. قبول الجندية للدين. النبي يا جماعة جاب عقد عمل. وعرضوا على اتنين. عرضوا على بني عامر وعرضوا على الانصار. عقد عمل نفس عقد العمل. مين اللي يسمع ويطيع? مين اللي ينفق في في العسر واليوسر? مين اللي يمنعني مما يمنع منه نساءه وابناءه? مين اللي يشيل الدين معي نفس الشروط باعة العقبة. النبي عرض العرض على بانو عامر وعرضوا على الانصار. بانو عامر ابلو. وصدقوا ان النبي نبي. وصدقوا ان الدين ده من عند ربنا. بس سألوا للنبي العقد اللي انت جايبه لنا ده محمد ابن عبد الله. معنا ايه? انتو عارفين معنا ايه? معنا ان احنا هندبح معاك. معنا ان احنا هيتسحل بين الارض معاك. معنا ان احنا العرب كلها هتتباحنا طول ما احنا معاك. واحنا موافقين يا محمد. ما احناش رفضين. وعارفين تمن العقد ده وموافقين عليه. بس على شرط واحد. شرط واحد بس. ايه هو? احنا هندبح عشان الدين اللي انت جايبه من عند ربنا ده. فان مت يا محمد يا ابن عبد الله. لو انت موت في يوم الايام. احنا اللي نمسك الامارة بعدك. احنا اللي يبقى لنا الموقع والقيادة بعدك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا لا يمكن اقبل غير واحد جندي. لا يمكن اقبل واحد عايز يشتغل للدعوة مش عشان الدين يعلو. عشان هو اللي يعلو. مش عشان اسم الله يعلو. عشان اسمه هو اللي يعلو. وشوفنا في بعض الناس اللي اشتغلت وبعد كده مصايب يا اخوانا. النبي رفض. الانصار لما سمعوا العقد. قالوا له رسول الله هنتدبح معك بالعقد ده. عقد العمل اللي انت عرضوا علينا ده. تمنعوني مما تمنعونا منه نساءكم وابناءكم. هنتدبح. والانصار فعلا اتجازروا. مش اتدبحوا. ماتباحة بقر معهنا. ماتباحة الاحد غزوة احد. ماتباحة ماتباحة ايه كالرشيع. مذابح الاصار اتدبحوا فيها. قالوا له يا رسول الله احنا هنتدبح. الكلام ده معناه ان احنا هنتدبح. طب احنا لنا ايه? احنا موفقين. ماشي. بس لنا ايه? قالوهم الجنة. ملكوش اي حاجة تانية. بس بس. يعني مش هنمسك موقع ابدا. ده خالد بن الوليد. يما هيجي بسبب دمكم. وهيجي هيبقى قائد عليكم وامير عليكم. ازاي? ده غناء مفتح مكة اللي مش هتيجي غير بدمكم? هتتوزع على غيركم. ازاي? هو كده? موفقين? قالوا له ما فيه. لا نقيل ولا نستقيل. وكان الانصار هم العصب بتاع نصرة الدين في الارض. لانهم اللي وفقهم انهم يدهم من غير ما هيخدوا حاجة. اللي مضايع الوقع ايه? ان كل اخ عايز يعمل اي مشروع ديني? عايز يبقى هو الامير بتاعه. كل اخ عايز يبزل مجود عايز يبقى كبير. اخ اللي عايز يبزل مجود. يا اخواني في الله قبول الجندية في الدين. سبحان الله العظيم كنت بفكر النهاردة فاول جريمة قتل تمت على وجه الارض. تمت بسبب ايه? اول جريمة قتل. لما قتل هبيل قتلوا بسبب ايه? بسبب ايه? النساء صح? غلط. غلط. الناس معتقد انه قتلوا بسبب انه كان عايز تجوز ايه? كلام ده كله خالص. وبعد كده بقى فيه قربان. ده قدم قربان وده قدم قربان. فتقبل من احديما ولم يتقبل من الاخر قاله? لا اقتل انك. لما لقى اخوه ارتفع في الدين عنه قال هقتلك. اول جريمة قتل تمت على وجه الارض. كانت بسبب الموقع. كلمة عن قبيل ايمشي بين الناس فيقولون هذا قبل منه وهذا رد. لا. ويمشي هبيل بين الناس يقولوا ده اللي تقبل منه. وده ما تقبل. ما حدش يبقى اعلى مني. النفس يا جماعة قبول الجندية للدين. تقبل تبقى جندي. تقبل التجنيد لدين ربنا. تقبل تبقى جندي على صغر من الثغور من غير تمن. مش عشان تبقى ماسك الصغر ده. ولا عشان نيجي نسقفك في الاخر ونقول برافو يا جماعة الاخر فلان عمل كزا. ولا عشان الاخوة تشاور عليك وتقول ده الاخ ده ما شاء الله كويس وشغال. ولا عشان في يوم تقبل تبقى جندي. تقبل اللي الانصار قبلوه من رسول الله في يوم الايام. تقبل الجندي يا لدين الله. للأسف الشديد. تحكم النفوس يا مضايع اخوة في النهاية اخواني واحبابي في الله. درس الليلة حتى لا تزول الجبال. عشان ما تجيش في يوم الايام ويبقى دينك مجرد ذكريات. درس الليلة حمل خارج الرحم. يعبد الله حمل على حرف. خارج الرحم. خارج بيئة الامان. عشان ما تكتشفش انك كنت مجرد حمل خارج الرحم. اي اخ شغال في الدين بره بيئة الايمان. حمل خارج الرحم. عشان كده التوصيات بتاعت النهاردة. اول حاجة باذن الله. اول حاجة موضوع الورش يا جماعة. انا عارف ان احنا اعمل امتحانات. وعارف ان فيه هنا طلبة. وعارف ان هو ها خلي الورش تلت ساعة بعد العيشة. انما اوع تفقد اخوانك. ووعهم. الورش تبقى مجرد عمل نقعد مع بعض ونتحك في وش بعض ونتقابل الاسواق جاي. انتو لازم تقتلهم عشان تبقوا صحبة البعض. الواحد لما بيقعد مع بعض اخوانه يقضوا مع بعض يقوم والله بيحس انه في الجنة. بيحس انه في الجنة بيحس انه النعمة دي يا ربي ازاي كل الاخوة تعرفها? ازاي كل الاخوات تحس بيها? ازاي الكل يفهم نعمة السند? نعمة الشراكة في الطريق لله. نعمة انك ليك? حد تقدر تعبط ربنا معاه? على رأيي اخي من الاخوة ده انا لو حد جي اشتغل عندي في المصنع بتاعي ولا اشتغل عندي في الشغل بتاعي بيساعدني في الدنيا بابقى مقدره قد ايه? ويدي له مرتب اللي بيساعدني في الدين اللي بيساعدني عشان ابقى مع النبي في الجنة ارميه افرط فيه ازهد فيه ما اعرفش امته يبقى ده انسان عائل ازا كان اللي بيساعدك في الدنيا لو واحد قالك انا هزاكر معاك وهشجعك في المذاكرة بتشيله على رأسك ووالدتك بتطبخ له فرختين كل يوم عشان يفضل مهدي من لو قاعد يزاكر معاك ما عارف ان ابنها هيصعد من غيره صح ولا لا? اه? كثيرين بيعملوا كده يعني اه? لو واحد قال لك بس هساعدك في نقطة كزا على طب واحد بيقول لك انا ايدي في ايدك ندخل الجنة مع بعض ايدي في ايدك ندخل الفردوس الاعلى مع بعض ازاي وثقة الذين اتقوا ربهم الى الجنة ايه? زمرة مش فرادة محدش بيدخل الجنة لوحده ممكن تدخل الجنة مع الورشة اللي انت فيها دي ممكن تدخل الجنة مع صاحباتك اللي حواليك دول عشان كده الحاجة الاولانية موضوع الورش وزي ما قلتلك يا جماعة الورش دي نصر نصر انه وسط السلفيين اللي والعياذه بالله عند بعضهم عبودية يعني التعلق القلب من دون الله بالشيخ بالداعية والعياذه بالله ان الاخوة تقبل انها تقعد مع بعض من غير ما يكون في داعية وسطه ان الاخوة تقبل انها تعيش مع بعض ده نصر يا جماعة لازم ندعم النصر ده انت لما بتقعد في الورشة انت مش بس بتلاقي صحبة صالحة انت بتدعم نموذج انت بتدعم نموذج بيئة ايمان عايزين نصدره للدنيا كلها انت بتدعمي نموذج صحبة ايمانية عشان كده الورش مفيش فيها بطل وكمبارس كل اللي قاعدين في كل ورشة ابطال لازم يفكرهم ازاي نملح حياة بعض بالدين طول الاسبوع ازاي ان احنا نخطو مع بعض الى الله طول الاسبوع ان شاء الله بندور يعني ان شاء الله بإذن الله على مسجد في رمضان يضمنا كلنا نقدر نعبد مع بعض فيه نعبد ربنا مع بعض فيه ليل مهار طول الشهر بإذن الله سبحانه عليه عشان يبقى فيه شهر كامل رحم بيئة ايمان كلنا نعبد مع بعض فيه بإذن الله سبحانه تعالى يعني اه اه يعني ان شاء الله نسأل الله التيسير بإذن الله سبحانه تعالى بالنسبة لاخواننا اللي في تحفيز القرآن انا حاسس ان ان تحفيز القرآن اه اه يعني انا حاسس ان الدرس يعني فضل الله رغم ان فيه طلبة الا انهم يعني فضل الله فاهمين اوي اوي قيمة ان انا جي ساعة تشحن في الاسبوع ففضل الله فيه محافظة على الدرس اللهم الى كالحمد وده من نعم ربنا على كلنا انما التحفيز انا حاسس ان فيه كتير مش مقدارين قيمة انه رايزم يفضل متواصل معاه وبفضل الله فيه كتير مقدارين فيه كتير لكن مكملين فضلوا منه الله سبحانه علي. عشان كده قريبا جدا في خلال ايام ان شاء الله من خلال مدير التحفيز باذن الله هنعلن عن يعني الفطار جماعي يعني 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 بيني وبين اللي بيحفظوا القرآن بس. اللي اللي راحوا تحفظوا القرآن بس. ليه? عشان نوقذ العزيمة في المشروع العظيم ده باذن الله سبحانه sutala عشان يعني باذن الله سبحانه تعالى اه لازم يفضل بيننا وبين بعض اه سخونية مستمرة وعظيمة مستمرة واعانا مستمرة اخر حاجة بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء اخوات خير امة اه فريق خير امة الدعوي اخوات خير امة عاملين سلسلة من الدورات للاخوات بعنوان هاتي ايدك هاتي ايدك. وهما بيقول ان الدورات دي دينية. وعلمية ثقافية. وفيها تعليم للدعوة باللغة الانجليزية كمان للا عايزها. وفيها حاجات تانية زي الطب البديل والاسعافة الاولية. وفيها فن تربية الاولاد. وفيها حاجات تخص المرأة زي فن تزيين تزيين البيت. وفيها جوانب طرفيهية ورحلات وتجمعات ايمانية. وفيها افطارات جماعية. ده تنظيم يا بنتي. انتو عاملين ايه بالزبط? يا نهاري سود. ده انتو اتروح في ده. وفيها افطارات جماعية. هو ما عادش بس غير اه يعني ايه تدريب عالك لشينكوف بس. وده اللي لسه وخلاص وتبقى ايه الموضوع خلاص وتبقى. وفيها افطارات جماعية وفيها مصابقات. وهيبدأ ان شاء الله بازن الله دورة هاتي ايدك او سلسلة دورات هاتي ايدك. بازن الله بكرة في دار القرآن بتاعت الجماعية الشرعية اللي فيها تحفيز النساء. دار القرآن اللي تحت. اللي فيها تحفيز النساء. هتبدأ للاخوات بس طبعا يا جماعة ان شاء الله. ها? هتبدأ ان شاء الله بكرة دورة فقه صيام المرأة. دورة فقه صيام المرأة في دار القرآن تحت الساعة خمسة عصرا خمسة عصرا والجدول هيتعلق بكرة على باب المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أخوات خير أمة ربنا يعينهم يا رب وينفزهم الكلام اللي أمة بيقولوا ده لو نفزوا بصراع يبقى يبقى لسه الأمة بخير فعلا يا جماعة يبقى احنا فعلا خير أمة ربنا يحفظكم يا إخواني مش عايز يكون الكلام اللي أنا قلته النهاردة تقيل على بعضكم أو شديد على بعضكم أو غريب على بعضكم أجماعة أنتو الصروة بتاعتنا يا إخوانا أنتو دم قلبنا يعني أنا لو غمضت عيني كده وفتحتها ملقتش الناس اللي قاعدة دي قدامي يعني أنا مش عايز أقولك يبقى كأن الواحد اتدبح ليه؟ أنت كل واحد منكم أمل من أمل الإسلام اوعى تستقلب نفسك يا ابني أنا لما كنت أدك لما كنت طالب في قولة كلية أو تانية كلية وكنت أقول لصحابي ونواقف أنا نفسي أخطب جمعة كلهم حطوا وشهم في الأرض وكتموا الدحك من بقوهم وأنا قاعدة بالصلم ومعدين يتحكوا علي ومش عايزين يكسفوني فمش عايزين يبينوا أنه وشهم علي دحك وشكلي ما يدمش إن ده ممكن يعمل حاجة في الدنيا أصلا أو إن ده ممكن يسبت في طريق الدين أصلا ومرت الأيام وخطبت جمعة فضلوا منت الله سبحانه وتعالى ما تستقلش بالفتح اللي ربنا ممكن يفتحه عليك أو عليكي يا أخوانا أنتو الصروة بتاعتنا الواحد لما بيكلمك وهو منفعل بيقاتل عشان كل واحد منكم حفظ عليه الواحد يعلم الله مستعد يقاتل عشان كل واحد منكم عشان كل واحدة منكم عشان الجرافة اللي طلعت المرة دي ما تقلبش تاني على الأرض وتبقى قصة رقم مليون وتبقى أنت المنتكس رقم مليون يعني يعني احنا خايفين عليكم يا جماعة خايفين عليكم خلونا نساعد بعض لما تلاقوا ايد بتتمدي ليكم مدوا دي كنتو كمان حدش فينا بياخد حاجة من التاني ها كل ما سألتكم من أجر فهو لكم حدش فينا بياخد حاجة من التاني لما بقولك الورش أنا بقولها لك وانا قلبي بتقطع عليك أنا يعني لما بقولك التحفيز بقولك وقلبي بتقطع عليك لما بقولك نعمل لها لإيمانية وما بقولك ارتبط بصحابك بإخوانك احضر الدروس اللي موجودة أنا بقولك وقلبي بتقطع عليك أنا ممكن يكون تلات اربع لموجدين ما عرفش اسمقهم ولكن أنا حاسس زي ما كنت في يوم الايام بقعد مكانك كده وحد من الشيوخ بيد الدرس وانا قاعد قلبي بتقطع عايزة اوصل لربنا ومش عارف أنا حاسس بيك بحاول ان انا اديك خط سير لو انت بجد نفسك توصل لربنا لو انت بصدق نفسك توصل لربنا درس النهاردة يا جماعة درس حمل خالج الرحم او درس حتى لا تزول الجبال الدرس ده انت لازم تسمعه تاني بقولكو مش قضية كلامة قال قضية ان ده دم مليون يا اخوانا مصري فيها تسعين مليون خمسة واربعين مليون منهم التزموا فيهم الايام واشتغلوا في صغر من صغور الدين بصورة ما فيهم الايام ما تبقاش انت المنتكس رقم خمسة واربعين مليون ما تبقاش انت التمرين المشهور رقم خمسة واربعين مليون الكلام ده دم ملايين من الملتزمين اللي منهم ناس الوقتي صهرانة في اهاوي واللي منهم ناس الوقتي دايرة في الساقية زي اللي مش عارف ايه كده اللي دايرة في الساقية عشان يجيب الدنيا وخلاص واللي منهم ناس الوقتي راحوا تديب في ريزر سفروا بره في صحراء جرداء عشان يجيبوا ملالين خسر اكتر مما يكسب بكتير قوي بسببها في دينه وفي دنيته الكلام ده يا جماعة دم ملايين قبلك بلاش تضيع نفسك بلاش يا ابني تضيع مستقبلك انا عامل معاك زي القب اللي لما بيلاقي ابني وبيلعب في الدرسة بتاعته يقول له يا ابني ابوس رأسك ما تضيعش مستقبلك يا جماعة ما تضيعوش مستقبلكم ما تستحتروش بالدين انت الوقتي في عشرين مليون شاب في مصر انت من بين كل دور ربنا مختارك انك قاعد في الجامعة ما تسمع عن ربنا قدر فتح ربنا عليك وقدر اختيار ربنا ليك وقدر اجتباء ربنا ليك هتلعب هتترميش هتلعب هتتكنس هتلعب هتستبدل ما تلعبش بدينك رمضان لسه عليك خمسة واربعين يوم ورمضان تلاتين يوم انت عندك فرصة انك تبقى انسان جديد في كل حاجة من خلال الخمسة وسبعين يوم اللي جايين باذن الله سبحانه وتعالى عندك فرصة جاهد قاتل عشان قيام الليل قتلي عشان ختمات القرآن قاتل عشان توصل لربنا باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز اقولكو بس ان الكلام ده كان خوف عليكو والله يا اخواني والله يخوف عليكو انا لا يقدرني ان انا اجي قدي درس عن يعني انا كنت نفسا تكلم عن اول يوم في الجنة لا يقدرني ان انا اجي اتكلم عن معنى في الجنة او في النار وانا هبقى سعيد وانتو هتبقوا سعداء انما انا خايف عليك بنصحك وبنقف الوقفات دي مع بعض عشان تفهم وعشان تفوق يعني يمكن الواحد فقط من الاوقات ما لقاش واحد يفهمه لازم نحرص على صحبة بعض نفسي ان يبقى بيننا لالي ايمانية نفسي ان يبقى بيننا ايام طربوية الله يا اخواني لو لا الانشغال القاتل يعني الواحد كان يوميا هيعمل عمل طربوي بيننا وبين بعض للرجال وللنساء نفسي ان يبقى بيننا انشطة ايمانية كثيرة جدا وبينكم وبين كل الدعاء وكل المربين باذن الله سبحانه وتعالى يعني انما لكل مريء ما نوى ان كنا صدقين ربنا هيعيننا جميعا ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم المصاحف اللي اخواننا جايبين عشان تتوزع هاديها بقى الاصحاب الورش باذن الله سبحانه وتعالى عشان يوزعوها بالتمن باذن الله مين هيقعد في الورش رجالة يا دو بتتكلم بجد خلوكم رفعين ايديكم مين هيقعد في الورش رجالة طب ده كويس جدا ان ده ازا تقعد بجد طب مين من الرفع ما رفعش ايدهم هيقعد ان شاء الله بإذن الله قرر يا عم الشيخ ما تترددش هي تبقى عشرين ديها وخمسة وعشرين ديها بس ان شاء الله ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم ويبارك في اخواتنا بوصي اخواتنا تحت بالورش ان شاء الله وبالاجابية في الاتفاق على انشطة ايمانية طول الاسبوع مع بعض وبوصي اخواننا في النت في الورش وبوصي عم فؤاد على الاطفال في الورش برضو بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يجعلنا من الفائزين بلالة القدر يا رب يا رب سبحانك الله وما بحمدك شدوة لا اله الا انت استغفرك اتوار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة